يا المسألة نشلونكم أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية المدرب حسن العبيدي مدرب مهارات الحياة ومهارات حكر النمو أبي فردي ما زلنا نتكلم عن كتاب المخ الأبلة هذا كتاب من هو يخلص والله ما أعرف إن شاء الله راح نخلصه آنوا نتعلم لعده هواي من أموره الحلوة والمهمة وإن شاء الله من الحلقات القادمة كل الكتب اللي راح نشرعها في المستوى راح أطيكم الزبدة مال أنا نحس إنه شوية جاي يتملون من المواضيع الطويلة والحلقات الطويلة فإن شاء الله كل الحلقات راح تكون أقل من 8 دقائق ونأخذ الزبدة مال الكتاب شي اللي نقدر نطبغ في حياته ونحسه موجود بشكل ملموس منحتاج بعد هو المعلومات نريد شي يطبغ في بين حياتنا في هذا الفصل أو في هاي الحلقة نريد نتكلم عن شنو عن التعود شنو يعني التعود يعني أكو مجموعة من أمور دي تصير في حياتنا سواء كانت إيجابية أو سلبية هذا عقلنا عقدي وعقلكم يتعود عليها مثلاً أذا أكو أمور إحنا نتألم من عدها يحاول قدر الإمكان شي يسوي يخفف هذا الألم يخفف هذا التعب وإذا أكو أمور إيجابية أمور اللي إحنا في بداية حياتنا كنا سعداء بيها متونسين بيها فريحين نوعدنا هذي شي يبدي يغلل تأثيرها وبعد منحس بيها مثل منقول منهتم بهذي شي مثل أيامة الأولى مثلاً تروح الشري فد موبايل جديد هذا الموبايل أول أيام تهتم بي تحافظ علي باليوم فد 30 أليف مرة تمسحة الكفر مات تمسحة وكل الأمور اللي إنتوا تعرفوها بعد شهرياً و3 بعد هذا الموبايل يوقع من يدك تضربه براس واحد بالعركة تنسى يمباق منك ما تهتم ليش؟ هنا عقلنا قلل تأثير السعادة مال هذي الشي نفس الشي بالنسبة للمتزوجين يعني مو كل المتزوجين بس نسبة كبيرة من عندهم في أيام شهر العسل صدق شهر عسل بس يخلال شهر عسل بعد كل شيء معكم يتندم ليش يزوجت هاي فلوس لو رايح مسافر بيه لو رايح مشتر بيه السيارة لو فاتح بيه مشروع يظل يتندم فهو هذا عقلنا أذا من التعرف علي منشوف هذا عقلنا اشلون مثلاً منقول يشتغل وين دي يخدعني اشوكي دي يغلل أهمية الأمور راح عنية تأثى أكو هاي من الأمور في حياتنا دي تأذيني دي تألم منعته بس ما دعي يشوف ما واصل الإدراك ليش ما واصل الإدراك له ما مسعرف العقلي أنا دائماً في بداية دوراتي أقول اليوم خد نحمد رب العالمين على ثلاث أمور بسيطة وحلوة موجودة هسة موجودة في حياتنا لو اختفت لوم تكون موجودة حياتي تكون سيئة ما يكون عندي هاي الحياة اللي حالية أعطيكم مثلية أمثلة دائماً في بداية الدورات الكهرباء الإنترنت الوالدين الصحة العافية كل هذين أمور البسيطة اللي إحنا يسعدنا ما مهتمين بها صحتنا تمام قوتنا تمام نشوطين كل أجزاء تسملنا الحمد للأشكbut تشتغل بصورة صحيحة بس ما منتبه عليها يوم اللي شوية مرض هااااااااااااااا garbage هناك تبدي تدعي صبح الليل تبدي تصلي صلاة الليل ليش؟ لان حسيت بقيمة هذي الشي في الأيام اللي كان عندك ما كنت تحس به ليش لان عقلنا بحك علينا غللها ميتة يخلي عليها فلتار العقل يموت على أي شيء بالدوبامين أي شيء يحفز الدوبامين العقل يموت عليه يركض وراه يركض يريده الأكل ميمل من عنده خصصا إذا كان هذي الأكل شكلة جديد بنسبة السكريات عالية شكلة جديد ما هي الأمور اللي كل يوم يتنزف في الأسواق العقل يموت عليها ما يميل من عنده في البداية بس من تكثر من عنده راح يميل من عنده ليش دين هذي الدوبامين دين عاد ودين عاد ودين عاد تمام فأي شيء جديد العقل ينجذ بله بس بعد فترة يميل من عنده زين أكو بعض الأمور اللي أيضا يتحفز الدوبامين وكل ما تعيد أكثر مت ميل من عنده بل مثل ما نقول يصير عندك ادمان عليها مثل شنو مثل التدخين أنت في البداية تأخذ لك جيجارة واحدة هاي الجيجارة واحدة يحفز كمية غيلة من الدوبامين هنا عقلة شي قول يقول أوكي أريد دوبامين أكثر تبدي الدخين مرتين في اليوم سرت الجيجارات أربعة خمسة باكت باكتين بلاثة الآن بعد أنت تكون مدمن تدخين رسميا وين بعد مرة نشوف هذا النوع من إدمان الخطير اللي يموتك بسرعة أسمح الله هو إدمان المخدرات تجار المخدرات في البداية شي يسوون ما يقول لك تعالي يشتري هاي البضاع لأن يدري بكم تعرفون نتائج السلبية لهذا الإدمان فش يسوي يروج إلك بكميات مجانية أو يخلي إلك في الجقاية أو في النرقيلة في أي شي يقدر يوصل إلك يخليك أنت تجرب أوب معناه صح؟ يخلي عقلك ياخذ هاي كمية الدوبامين اللي يقدر يحصله من؟ من المخدرات هناك عقلك يقول لك هذا الدوبامين من يجي من المخدرات؟ أطينا بعض المخدرات نعم العقل ما يهتم بنوع هذا الدوبامين بس يريد هذا الدوبامين إن كان مصدره سلبي إيجابي من يهتم يريد هذا الدوبامين فيفضل إنه هاي الأمور السلبية في البداية أصلا متقتربون إذا اقتربت إذا مثل منقول خليت عقلك يتذوق هذا الدوبامين اللي ييجي من عده راح من الصعب تتخلص من عده وتبدي تتألم وهذا الألم عقلك راح يتكيف فيه ويخليك متحس بي متحس بي هذا المدمنة على المخدرات واصل مرحلة التعب والإرهاق اللي بعد يموت بس عقله ومخدر كل شو ما يخليه حيث يؤدي للأحلام وما دروين في ملخص هاي الحلقة أي شيء سلبي ما لازم تفكر بي ولا تتغرب لها وهم شيء هاي الفكرة والاعتقاد الخطأ اللي موجود بين هواي من الشباب لازم تبتعدون عنها بلانو إحنا الشباب لازم نجرب أبا أشوفك عندك هاي شيء اعتقاد هاي فكرة أجيبك بواحد أطير عيونك شنو إحنا شباب أنت شاب روح تعلّم روح اقرأ روح ابني مهارات كون نفسك من هسه يبدأ يشتغل على اختصاص معين وانت روح لواية السبار فلطايح عبها تمام يا عيني إذن أعيد أي شيء سلبي أي شيء سلبي يحفز هذا الدوبامين بعقلي أصلا ما أفكر بي وما أقترب لها واذا شفت واحد من ربعك واحد من جماعتك عدة هذن الأمور هذن السوالف هذن العادات اقطع علاقتك بها خلاص هاي بشهادة هاي بشهادة إحنا نشكر حكومة عراقية عليك كهرباء سيشينو إحنا نشكر معدوم منشكر معدوم فيا حبايبيب فهي كانت نهاية الحلقة كل شيء أحبكم وشوفكم سبوع القادم